اللهم صني على الاصطفاء الدقي الدقي زحمي قاولي لك امبالك اه رايز دي رز عليك ايوة لا معلمش اصلا انا كنت في الحمام هو امرك شجال خمس دقيق بالضبط ويكون عندك قدام الاهوة ماشي يا مسهل يا رستي الله من الاهوة ايه اسلامينك اهوه اهوة ايه وزفت ايه قلتنك ميت مره و مشرب هشفه فناقير انا باشرب الاهوة في كوباية ايه لا مش كده يا عطية من الصبح يا أخويا زعية كان يوم أسود يوم ما نازل يفتح فيه صيدلية مانا يا حبيبتي مش عايش ينزل الحارة دي من أصل ولا يشتغل في الصيدلية وقلت الكلام ده مئة مرة لما قلبتناه خلاص يا أخويا انت وابنك حرين في بعض اشربوا بعض عمل حسابك الشغالة جاي بقر وديها هتاخد كال ألف جنيه ألف جنيه ألف جنيه؟ وحجيب لينا الأكل معاها ولا إيه؟ معقولة يا ناهد؟ شغالة بألف المئة علشان تلقى تنفار في البيت؟ أيوه قول بقى كده قول ان الجاي بخدامة ليك انت وابنك لا يا جميل فهمتني غلط ده أنت ستينة ستينة وطاق راسطة ما هو كان كلامك قبل الجواز مش كده قول بقى ان ما يهمكش دوافري ما يهمكش تدخل البيت لقيني غرقانة في مية الغفيل قول ما يهمكش ان انا يبقى شعر يبايز وما رحش كوافير قول لا بقى ده كلامك دوافري ده احنا خدامين دوافري ده احنا نمشى على دوافر نفسها من دوافري بقى ده كلامك بس بقى على شرق ما ترجعيش بقى تزعلي بتقولي لا أصل البنت الخدامة دي شغلها وحش أصلها قالنت القدم بتقل قدمها علي لا ما تخافش الولاي اللي جايباها بتقول عليها الشطرة قالت طبعا لازم تكون شطرة وما القدرت تلحف مني ألف جنب في الشهر جداي موسيقى 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 حلقا موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اتصورها وانه هو عايزه ياخده حاضر ياما النهاردة يا وات حاضر ياما فيه حاجة تاني رد علي كويس يا وات مش كل ما جيب لك سلطة الحج لسنك يتعيوج الله حاضر وكلت الفراخ وربنا وكلت الفراخ طب غور غور من وشي يا واتي حاضر حاضر غور غتك غارض غارض بطل دوش هالك بطل دوش هلو بقول لك ايه ابعت العربية اه فيه زبون لغيته على سبعين الف وشكله جاي هيبقى هنا على خمسة خمسة ونص لو مش هتقدر تيجي ابعتلك حد ياخدها ما تنجيش تفلوس قدام الزبون يلا مع السلامة زاك سناء نحمد واخبون فط على ابوك ايه ايه الساعة بان اول الله يا سعيد دايله يا سناء ربنا ايش فيه قدينا بندايله بنقراله قرآن للنهار في حاجة سناء لا يا اخوي مستغناش بص يا سناء انا نفتح المحل ده على عيني الناس واكلة وشي ابويا رايد وانا فتح المحل بس اعمل ايه تعرف بقى مصاريف الدواء والاكل والشربة على اللي داخل واللي خارج مستوي يا اختي انسي العشرين جنيه بتاعت كل يوم انسى انسى ازاي سعيد واكل انا وعيالي منين الله وانت مش في عسمة راجل قولي لو اتحرك شوها بدل البلطاجة اللي هو فيها يوه واني تدخل غوزة دلوقتي بالموضوع انا لقى في المحل دا زي ما انت قال لك بالزبط انت بتعلي عليها صوتك في الحرس انا استغفر الله العظيم يا رب معلش حلمها يا سعيدة عشان خطر ابوك التعبان بس اوعد ما اغتتاخدك لاللي بتفكر فيه ها لا يا اختي انا مفكرش في حاجة ولا دخل لعدة وقفل محالي مالصاحبه عيان يتقفل بقى لغاية ما صاحبه ييجي يبقى حتيلوا انتوا الداوى يا اختي بقى ماشا يا سعيد اقفلوا ان شاء الله حتى توالي عمينا استغفر الله العظيم يا رب استغفر الله العظيم يا رب افتح للمحل امي يا عيال يلا عشان تدفعهم يا فادي فيها عشانها مات رجبة ميت عفيت ليه يا اخويا سبني في اللي انا فيه بقى ويلا يا عيال عشان تاكل منك لله يا سعيد يا ابن نعيمة منك لله امي لابويا لو مات كان عمل فينا ايه ايه عمل فيك ايه اخوك تاني اعمل وسود ومنايل قفل المحال ومش عايز يديني لعشرين جنيه لابويا كان سباه تنسى شفت لنه حاجة دا كان صحت وانعرفت كوي خلاص يبقى احنا لازم نقفل ونوقفه عند حد كل يوال ولو لك ماتتفحوش امي يلا غرو من ويش امي هتاكل ولا عاملك شاي عاملي شاي ماشي واذا كانت هذين الاشياء صمعيها او استعماليها او حيازتها او بيعيها دريمة في حد ذاتها وجب الحكم بالمصادرة في جمال احوال حتى لو لم تكن ملكا للمبتهم ملكا للمبتهم ايه اويك يا حبيبي اول ما بدعيلي يا الله الهي ربنا يجعله من حدك والنصيبك واشوفك زا بتقد الدنيا يا صلاحي يا ابن بطن وينجح اختك قادر يا كريم وايهديها ايه دع ان ربنا يهديها يوب مختك كويسة والحمد لله انت بس اللي شغلك في الاسم ما خليك شاكك في الدنيا كلها وبعدين ما تنساش انها بيتة جامعية يا اما انت فاكرة الجامعة دي ايه ده شارع كبير فيه الحلو والوحش واللاد الحرام اه وخلي بالك ما باوصل بيتة غير بيتة لزيها اسحابها كلهم بيجولها لحد هنا وعارفين ومو كويسين وولاد حلال برضو خلي بالي ربنا يسطر اعملك لقمة اكلها لا يا شغل بس بقولك ايه لو حبيت تجيب بطيخ بعد كده قبلين انا اجابلك بطيخها مسخة بس سبكر من ايديك روح يا شيخ الهي ربنا يبارك لك ويخليك ليهي قادر يا كريم لو اصت حاجة انا برا ابق انده عليك يا جوز للقاضي اذا حكم ابعقوب الجناية او جرم حقا هنيحكم من صدر الاشياء المقبوط هنيحكم من صدر الاشياء التي استعملها او التي من شأنها ان تستعمل فيها دون الاخلال بحقوقه غير حسن النية والحق سبحانه وتعالى يقول وهكذا نجزي المحسنين يعني البني ادم مننا لابد انه يقوم الليل يسبح ويعبد يعبد الله ويصلي يعطيه الله صمرتة يحسانة يعطيه الله ايه؟ صمرتة يحسانة ويمده بالعكمة والعلم والصبر ايوه الصبر لازم الانسان مننا يا اولاد يصبر على ما ابتلاه الله ويتقبل قضاء الله وقدره يعني ايه؟ يعني لو ربنا سبحانه وتعالى خلق الواحد مننا فاقير خلقه ايه يا شاو ايه؟ فاقير فاقير لازم يستحمل ويصبر ويشتغل ويتعب ويجد ويكتهد في عمله ام ربك سبحانه وتعالى يرد عليه ويقول له قبلت قدري واحسنت عملك فاخذ جزائك خذ ايه؟ جزائك خذ جزائك عشان كده يا اولاد تلاقوا كل العظماء اللي في الدنيا والعظم لله وحده طبعا انا اقصد كل الناجحين الواصلين من النوع اللي صبر واستحمل وصبر على ما ابتلاه الله وعلى قضاء الله وقدره ولا ايه يا اولاد الكلب تنمتوا طب هموا ناموا نامتا عليكم حيطا ايه انا بدي الدرس للهوى الله يا اخويا كمل كمل كلامك حلو قوي كمل نوم انت يا زينة بكمل كمل انا كلامي حلو تسمعت عادة من كلامي يلا يلا خد منتك وروح ناموا يلا يلا بنت عايش اخويا 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 انا بصحب أدري عشان العيال اه يلا يا عايشة يلا يلا يا اختي الله يعينكو كمل يا اخويا كلامك حلو كمل الله يعينكو تصبح على خير انتو من اهلو الله يعينكو خالص ما تهم يا اخويا حصل للمك واختك انتا كمان لا يا حاج انا انا عاد معك شوي مجد يا شوي ولا يا شوي انت فهمت اللي انا قلته ولا تحب قاعدهولك مرة تانية وفهمولك بطريقة مختلفة فهمت فهمت طبعا حاج اه انت عارف يا شوي يا ابني انا نفسي في ايه في اي حاج نفس انك تشتغل اي حاج اي حاج الراجل يا ولا اتخلق عشان يشتغل ويعمر الدنيا ما على يدك يا حاج اشتغل فين بس في البلد دي اشتغل فين اشتغل فين ما هو طالب غمط شوي يا بيه اصحابك اللي هم مسافوا في بلد برة عملولهم ايه في بلد برة استقبلوهم في المطار وشغلوهم على طول لا يا حاج يعني اكيد عادوا دوروا على شغل شهر ولا اتنين لغاية ما يا ربنا كرام هم مشتغلوا اه يعني سعوا ودوروا سعوا فين في بلد برة طب ما كانوا يسعوا في بلد جوه احسن لهم كانوا دوروا على شغل بلدهم وكان ربنا هيكرمهم ان شاء الله انها ما انت انا عمري عمري ما شفتك بتدور على شغل هدور فين بس حاج يا ابني البلد كبيرة سمي بالله كده واقصد كريم ودور وان شاء الله ربنا هيعطرك على شغل كويس حاضر حاضر يا حاج من بكرة الصبح هنزى ادور على شغل انت بتاخدني على قد عقل يا واطي من بكرة الصبح وانت كل مرة بتقول لي من بكرة الصبح ولا بتدوره ولا بتنيل بقولك ايه هو انت ما هتشتغل هتجمش وتديني يعني يلا لوح روح جي المهبة بكل بلد لما قد السجاجين وننجح الصنة زي ما كان يلا حاضر سوق استني بس هحط الحزامة اهو بالراحة رحي يا مرد اخواتك حبيبتي لأكل خالس لما خلصني اللي في ايدي اه بالراحة بالراحة يا بيتها اتقطايش اعري ماشي يا زيز خلاص خليك اللي بقى وانا رحي عليها ما بداش المشوار ده و ده شغل يا بيت ده ربها واحدة و نخلص طيب خد الواد بلان معي ما ينفعش فين الشرط اهيه ما عايز ذلك ياكم و اللي مش عايز شرطة معانه كلم ايه ده ما تخفيش بقى وانت صوت بس اهو يخوف هاد الشرطة ايه سلامت الله يا خويا ربنا يا اسطر طريقة ربنا يا وفاقك يا ربنا ايوه حبيبي لا يا الطامن المركب لسه وصل حاجة تزق كسطرة ايوه ها 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 ده كلام برضو يا رجالة اول يوم اجيلك الاسم تنزلوني معمورية وشة على طول كده انت لسه شفت حاجة الدائرة صعبة أبو صلاح لا 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 يا مهارسوا ايه ده ايه ده اه 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 حاضر خاطئ اكبر بيكو يا سلام بقى لو شوية خايا اتدلدقو يا مزاجي ايه ده هلك الصباح هلك ايش حاببتك؟ ايش ايه يا عبدالله في ايه؟ ايه اللي اعرف نفسك ده بيك؟ ميكش تقولي على الميا بعد كده لما تعوزي مياه بقوليلي انا اشلهالك هاتي قدوش تتهزي كده وانت ماشي في الشارع يالله قدامي خلاوتك ميكش؟ ايه هو شو من زحيا انت عايزة ايه؟ يا بنت احنا مش اتفاقنا كل واحد فينا يروح لحالو ذلني يا اخو سريني عشان بحبك وكده هون. يا بيت. يا بيت احنا ننفعش بعض. ليش معنا الوقت يعني. ما تسألي نفسك يا. يا تهاني. طب والله العظيمة فضحك روح وقل لبك انك انت بستين. تفتك رأي صدق? طب بص. طب بص ما تسميش. مش لازم تحبني. لو عاوزني اتحجي بلبس طرحت ايه. طرحت ايه. طرحت ايه. طرحت ايه. 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 ما لعوز ده. مشي. ايه. ايه. مفيش يامه ده كلب ايش. كشي نامي. ما تنام انت كمان كفاياك شي. خيم ده انت. ما تكيش دعو. بس شمات الخيماة. ايه. ايه. واه. ايه.anno اللي اللي بشهرك يا هدلن مستشعور يا مييز. ايه. aumento ذلك يا هدلن. الحلا لا Super. حمار اصل الامرياة بتاعته كانت مكسورة ايه حج وحشة اولا ايه انت هتستهبل خلاص حاجة لما مش عباكة هالبس طاقية دار ايه طاقية تخفي كبعيد ايه انا الوصة المعملة زي البنادي هي حصلت يا سافل انزل للحلاق الحمار اللي عمل لك التسريحة دي قول له ابويا الاستاذ تمام بيقول لك رجعني الراجل تاني فهم الله ايه اولا هتقول له ايه ايه رجعني راجل تاني حاضر حاضر الحاجة يا اي با؟ فييه يا اخويا بانكم زعوا ليه بس مش شايفة مش شايفة ابنك مش شايفة العصة اللي عملها زي البناد هما تبتس واستانيه اولا عشان ابا خلفت بنتين ابا ما خلفتش راجل بنتت حك عليها يا بنت الكلب يا الله هلا روح قالوا راجعني راجل حاضر 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 جذك البنا ايه بس يا اخويا ايه ايه دا شوية ما بكل الهيال كده تلاقيها المودة مودة ايه وهباب ايه قطعت المودة اللي تربينا عليه يا زينة بطول عمرنا إن الراجل لازم يفضل راجل شكلنا مجنون عندك حق يا أخوي بس اهدى شوي لا اهدى ساي بس أنا حاسس إن الوقت ده بيفلت من إيدي ليه بس ما هو زي الفل هو طب ده حتى كمان بيصلي بيصلي؟ بيصلي ويه كمان يا زينة؟ طول النهار والليل على هاو عم نواصي يا أخوي أما هم من ساعة ما خد الدبلوم هو قاعد في البيت هيروح فين؟ هم؟ استنى التعيين خليه خل الجنبك بقى لما يجيله التعيين ما أنت بس يا أخوي لو تشوف له كده شغلانة مش يكون أحسن أنا اللي أشوف له شغلانة وهو ما يهز سطوله ويدور على شغلانة نفسه ليه؟ عيل الحاجة الوحيدة اللي أنا عزله فيها إن البلد فعلا بقت مقفلة والدبلوم اللي خده ده الظاهر كده إنه طلع ضحك عالدقون لا منه مهنة ولا صنعة ولا حتى تعليم هاي فلوس بالأموها من الخلق وخلاص ياريتني كنت رميته في ورشة ولا علمته بجد؟ زينة قوم عملي لي كوبات شاي اللي دماغتها لابت حاضر يا خوني بس ينتهده شوالي يا حباد الله صحي الله عبد المنصور وانسحين المنصور السنكري توفى إلى رحمة الله منوص جماعية يا خرابي يا أختيين تباً يا صفاة يا صفاة يا صفاة قومي يا صفاة لمتغوزتها باسط أعمل إيه؟ يا حرس يا صفاة يا صفاة قومي يا صفاة نتقره أمسك عليها منين يا صفاة قومي يا صفاة عشان ما تتميش على الكلناس قاتل باية تفرج بكو حارة على عمو الصحافة لا حاجة عداية كده ضرب ينزلت مفيه عمنا جوفي ونا حزني وانه غموت وخراب دي وار ماشا اسطر السلام عليكم السلام الله وبركاته جوام لله سعيد شد حينا كلنا له شد على الله سعيد مش عايز اجي حاجة هاي خدمة هاي المساعدة خيرك سامي يا أستاذ داني هتدفل إمتى إن شاء الله مش هتفل هستنى بإيجو أمامي من البدا وماله مع إن إكرام الميت دفنه من عندنا بكرة بطوله هيروح في معاهده بإذن الله من ماش داخل كده طبعا ستا حشد داني ماشا يا خور تقولت إيه يا ابني حشد داني إيه اللغة دي إحنا قاعدين في غرزة ما تنقي منافزك يا أخي حشد داني الدانية اللي بقى كده يا أستاذ دانية إيه اللي بقى كده دانتم اللي خلتوها كده يا حول الأخوة اللي منها كلام فرد وإنت بتتصف صيجارة بتتلم القرآن يا أخي هرمي الصيجارة دعين صف الله أصير هيا الى هممامد لا أصير Ah يا صف الله أصير يا صنibility يا صنوع يا سناق يا صنوع يا بنتو يا صنوع يا صناق بس بس ياص Brad رحيد الله قول يا رب كلنا لا البقية في حياتك أبوي أبس السلام أبوي أستاذ يا سعيد أصل طولة كمال ما تتركش الناس عليك رحيد الله رحيد الله رحيد الله رحيد الله رحيد الله أخوية هاتي فلوس هين فلوس رحيد الله الدكتور أخوية هاتي حبيب أهلان أهلان نهتي إيه الا اشكال دي؟ رح سغلاة با الله يكون فعونك يا أخويا أنا مستحملش الحاجات دي ما قلت ليش بقى أنت قلت لي عايزة إيه إيه يا عطية أنت بقيت صعبة خلص يا راجل أنت أنت مش قلت لي تعدي علي بعد ما تنزلي علشان تاخدي فلوس آه 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 نسيه كام ألفين جنيه يا لهو يا أمه مش كتير كده كتير إيه يا عطية قصة العربية يا أخويا وعدنا أول الشهر مش كده يا عطية لأ حاضر حاضر آه ما أنا ما كدتش أعرف إن الشهر بيجري كده لأ بيجري قلت لي كامي حبيبتي ألفين جنيه يا راجل مالك حاضر 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 ما قلناش حاجة عناية لاتنين أهم ألفين جنيه أنا عايزة أعرف أنت بتسيب فلوسك هنا في الدرجة ليه دماغي مقلوبة يا حبيبتي وكمان بخاف أشيل فلوس وأنا راجع بالليل بعد ما أقفل حد من أولاد إليه سبتلي على رأيك طب شوف لي بقى ألف جنيه زيادة عشان نزل السوق بعد ما أدفع القصة لازم يا روح السوق النهاردة لازم يا حبيبي أصلي حشت لي حاجة مهمة قوي لأ دم مهمة بقى يبقى ما منهاش فضل يا حبيب تؤموريني حتتأخر النهاردة؟ وحشتك يا جميل مش كده لأ حق في الوجه ولاك على طول ما تتأخرش عشان عايزك في موضوع مهم مهمة قوي لأ دا مهمة بقى خلاص تفاضل يا فن إيه دا يا ابن؟ طلب نقلي من اسم يا فن دا مش لسه جاي الاسم من شارين لحقت يا فن دم أنا في أول مأمورية قتلت واحدة عن طريق الخطأ وبعدين إيه؟ الاسم أعتبت وحش عليك؟ يلا وح على شاء ولاك بلاش كرام فاضي تحت أمرك فن اسمع وأمره فن خد أجازة أسبوع ألف شكرا فن تشرب يا زنب ياختي تسلق ميديكي ياختي أي شحابت إلا قولي يلقى مونة عامل إي دلوقتي أهو زي ما انت شايفها تقولوا انه عار نايمة لا حول ولا كنت إلا بالله العلي العظيم طب خدي خدي يا حبيبتي خدي دول تاني ما انت ما انت بعضتين لقبل كده كتير يا حبيبتي كن ربنا كتير بولادي الحلال كتير خدي واستهدي بالله كده بقى امسكي إلا قولي لي بقى يا قولي لي أنت إنتي ما بيصليش لي إلا عمري ما شفتك ركعتيها إن بياختنا كنت بصلي ما عرفش إلي جراني همو انت لسه صغيرة انت كبرتي بقى الدنيا يا أختي محدش قاعد فيها ومت فاته ادعيلي ادعيلي يا زنبي يا أختي مدعي البنتي يا أختي ربنا يهديك ويهديها قادر يا كريم يا رب بس صلي يا حبيبتي هصلي هصلي طب يلا أمونا بقى أحسن وسيستمام زمانو قلان عليك ليه لسه مدري انت ما شدتش شاية ما عاليش يا أختي شبيه انت ومونة يلا برضو كده مدري من عمرك يلا بسلام عليك بسلام خطويك خطويك يا زنبي يا أختي اسمان عليك بسلام عليك يا أختي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسلام عليك يا خبري يا رب مصليش هصلي بإذن الله يا حبيبتي انت صحيت يا مونة حتفضل تأخذي فلوس من الناس لحد انت اي يعني هزانة عملية يا حبيبتي انت حتش حتي علينا لا هتكلفنين انت واخوتك فاهميني يا اختي خلاص حنزل الشغل من بكرة يا ريت يا حبيبتي يا ريت هو انا مبسوطة بمادة ايدي للناس الله ارحمك يا زيزوي معرفناش امتك غير الايام دي وبعد دا انا مباش حد شو بلاخد حاجة من حد الست قطر الف خير حاسة بظروفنا لو حد تاني ادكي اي حاجة قولينو بنتي مونة بتشتغل مالك يا حبيب هو انت يا ريت والتقص التموته ابدا انا الله يا ريت الزهر اللي قلب ضعيف ماليش في الشربانة دي يا حبيبي ما تقولش كده دا انت قده وقدوم دا نصيبك بقولك ايه مدقمت كلك رؤبا ماليش نفسي لا حوالله يا رب راجل غب ضيع نفسه وضيع عياله ماشينا المسدس صوت يا ريت ودربني المسدس حقيقي كان ضبير رتاح وانت تعرف مني يا حبيبي اني مش مسدس حقيقي وفيه رساط استهدى لله كده وان كلك لقمه علشان تسلب طوله ماليش نفسي ومش عايز حد يدخل علي ايه ربنا هديك يا ربنا هديك يا دا دا يا ودل ايه شطخينا كده يا حاجة مش ملعون كده غمات تعنيكي وانا عامل ايه فنور اللي حيعميني دا وانا اب انت ما انت فاهم حاجة ابوك احسن منك وعمره لقالي فتحي ولا غماتي يا حاجة يا ابو يا مات ويعوشير بعموت قلتلك الحكاية دي من اليوم مرة يا اما خلاصي بقى انا عندي شغل ما تروح يا وات شغلك دا يعني عامل ايه زي اللي اتك بص حبيبي هي ثانية واحدة انا عايز الحاجة بس ما تغماتش ركزي معايا اهو استهد ايوة امتاسبي امتاسبي ايوة حلوة ايوة جميل جميل واحد اثنين ثلاثة حلو كده شدوان لا اله الا الله بتتشاهد يا روح امك طب اطلع برا يا وات اطلع برا لأ امك اكسرة امشت الله على الودة برا ما خلاص يما خلاص بقى يما تصدق وتؤمن بالله بقى ان انا كنت محضرة له جنيه لكن لا حر ونر في كدتك انت برضو صدت طيبة وكمة اللي صدت الكل دي له برضو جنيه ابوك فاين؟ الرجل ده ابو مال وربنا الرجل ده ابو مال ده اشهب يا عمود نبي ما انتو فاهمين حاجة تعالا خد خد ام اقولك اخد ايه تعالا بص خمسة جنيه خمسة ايه خمسة جنيه استنى بس اهم 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 خد يا حبيبي دول علشان السور كمسة بس؟ ايوة يا خويا ده كتير ما تتريقش وده الجنيه اهد لي الودة معلش اللي ما ترباش ولا لقاش حد يلمهم حاضر يا ام حاضر انا نازل يعاوز حاجة؟ ايوة تفوتلي على الوات جابر بتاع السلك اهم قوله ييجي يوصلي السلك علشان سامع كده ان في محطة بتجيب احاديث وبتجيب قرآن حاضر يا ام دكرة يكون عندك ان شاء الله عايزين مرتبتين كبار ومخدتين كبار ووحدة صغيرة والقط ليكون سكرته اه بش اي قط تعمل قطي وانا حموت على حتة مموت يلا فوضت عميليت بسهل فول يا عم سيد اشتعجينا سعاد تخدوا لي عالفور نجاري ناس كتير ولا هتبقيتوني هنا كتير ولا قليل مش شغلك ما لك يا انا مفيش يا عم سيد الراسي هرمت وبقبقت خلهم اكتأكلك يا حلو تأكل مين ده انا اللي بأكلها ما تبشي يلا وبطن لماضي الله يلا يا اخويا روح ماشي بسيبت اهو هباشي شعال امه عاي الواطي ما تبقيت باشي انا ده عزتتحان شوريام عايزة حاجة؟ ما تأخرش يا بيت الفوق ماتريام ريال راحة فين بيت وانت ملك انت في الراحة والجايلة الراحة فين اه لما تفوق من اللي انت في الاول بقول لي راحة فينه جايلة اتبقيت يا بيت في الكلام بدل ما اخرم حينك خش يا حيلة عتك يا نام لا منك ولا كفاية تشرك مش عايز حد الصحيني مش هالصحيك يا بلطاجي لا محيلة سبك مني قولك ايه؟ يعني يا اخي اروحت المكتب وقلت عدون لا حس ولا خبر خلاص كله تمام التمام كل حاجة خلصت امت بس يا سيد التأشيرة جات ونبي صحيح يقول ايه يا سكوتي ليه ما صوتك اللبصوتي ده ايه؟ ده انا حرقص وزقتة تواملة الدنيا كلها زغريت ويهون عليك يا راجل تسكت لحد الوقت ما تقوليش صراح بقى انا مش عارف انت فرحان على ايه ده انا مسافر وحسيبك انت والبت سعاد من غير راجل راجل ده ايه؟ ميراتك بالف راجل ومحدش يقدر ابدا نسينا على اي طرف قولي يا اخويا ونوي علي امتى ان شاء الله؟ ها كلها ايامك ونركب الهوى بسلامة يا سيد وقام انتك امانة يا اخويا ما نجيبش رسينا لأيه حط خالص وداري على شمعتك عشان تقيد بس انا بقى نشم نفسنا شوية ونسطر البيت بس اقولك ايه؟ القرشين اللي نفيتهم لك اصرفوا فيهم بالعقل ها؟ حبة حبة ما تضيعهمش كده او انت؟ يعني يا اخويا حاجبلي هدمة جديدة ولا حاجبلي هدمة جديدة ده يدوبك الغداء والعشاء وحتى كمان ازتعشين ها؟ بكرا ان شاء الله هتفطروا وتتغدوا وتتعشوا حبام كمان والله هتتنغنقوا ربنا يخليك لي يا سيد يا رب بس بقولك ايه؟ عشان خطري الودا ما عفل نام جوا ده عشان خطري يا سيد تشوف لشغلنا والنبي هناك حاضر حاضر اول موصل هبعتله ازن الله ربنا يخليك لي يا سيد وتروح اكيلي بألف سلامة يا رب اخرتيني اليوم ما خضتيني عليك لاحظ هتخشي قلقتيني عليك ياما خلتيني عليك ياما خلتيني سعدائي قلتلي انك نسيت البوك في الجامع لقيتو سابع بابا بتوحليه اه دي البيت السعاد كانت قادة معي ونوسي التقفيل وهي ماشي ايه ده ياما اللي تبتيني الكيش دعم شوية خضرة خشي نامي مش مكافيكي صار يالي قديني دخل اهو سبح على خيه ماشي منعك موسيقى جزء عمّة يا بي عبد الباطس مستبلاؤ معي السودية جزء عمّة عبد الباطس مستبلاؤ أجزاء السيرة؟ أجزاء السيرة؟ أجزاء السيرة؟ أجزاء السيرة يا بي خدي أعيزي الأجزاء كلها؟ لا لا دي علشانك نمش عشر لا يا يا أخوانا بشتاغل حتى دل لكني بشحت خليهم لأ عبدالبسط والتابلاوت مالك لو يا بوزك ليه؟ نخنوق يا اما بقالي ساعتين وما بيعتش غير شريت واحد خذي بديني ونبي شرايك الملذيك خذي ربنا يفتح عليك يام ابعث ابعث يا رب واخد اجازة واعد في البيت ده انت جاحك ما عايزنا عامليه يعني اطلع اسكندريا وميه يخسنها فوخة صورة الرجل اللي مات ما بتفريقش عني انت بس عشاني اول مرة تضرب حد دماش اه وانت بقى اللي ضربت ناس كتير يامة بالنور انا عم تتاجر مخدرات حلال في المور فرقب تقوم حال انسى بقى ابو صلاح انسى ساك الحاجة قولي يا هول لاحسن منسعت الموضوع دوعين وما شافتش النوع هو بس يغير جاء وينزل من البيت ويبقى تماما قعد بس اشرب الشاي بتاعك قعد بقولوكو يا اولاد انت حب اعملكم لقمة كده تاكلوها لا متشاكلين حاجة للسواكل شكرا يا اما سيبينها لوحدنا شوية طيب يا حبيبي انا عرفت ان الرجل اللي مات لي بيت كبيرة هاي اللي بتصرف على العيال اه بيت بتصرف بشارات في جامعة الدول وكانت بتطلع مع ابوها في التوزيع انا شفتها مرة في المراقبة بس كانت لابسة اشربة على ادمخة ما عرفت الشكلها بالزبط اه بيتة حلوة خلي بالي وانا مالي حلوة على وحشة ابوها مات وخلها تشيل المسئولية تعال بروق بقى انت مشهورات كلية ما بترقش ليلة ولا كسالي لا كسل ايه ده مستقبلي ما انتعارف طب يلا عم بقى عشانت علق الضبورة وتفرحنا يا رب النهاردة اول الشهر ليه في حاجة؟ الواد عادل لما كان بيتصل كان بيتصل كل اول شهر والنهاردة اول الشهر تبقى قاعدة جنب التليفون بقى لما يحن عليك حتى لو حن التليفون مش هيرن ما دفعناش الفاتورة بكرة هدفعها كل يوم تقول لي بكرة وما بتدفعهاش الفلوس بتدفع على الفاضي لا حد بيرن علينا ولا بيرن علي حد طب خلينا قاعدين بوزنا ببوز بعد كده وبعدين معاك باجا سعدية اقول لك جوم اروح لبنتك ناجي اروح اعمل لها ايه؟ اطيعة اقطاحة هي وجوزة اطماش رجلك ويمكن يتصل لما يعرف ان التليفون هنا مكتوع اصدق عندك حق انا هقوم ماشي رجليا وراح لك ده ابنك هلبي ما عندوش احساس ودي دجنة هيلة واتصل اعجب لك حاجة تكلها معاين؟ لا هاتي لنفسك ماشي انت حور ازايك يا بشوري انا ياما اخودي يا حبيبي اه اخوتي كيف تكبرتي وخارت البنات خارتت ازايك يا حبيبي ازايك اخوتي اخوتي انا يا منا ورا اخوتي اخوتي بتحبك يا ودي كله ده اختي انا من جاي اضايب انا جاي اتخلنا تليفون اخوتي و جاي بأكلي معاين يولي يا اماما وانت كل مرة جيبي اكلك معاك ايه؟ انا حالفة مكلش عندك وانت عارفة ليه؟ طب خلاص عشان العيال اماما مستي بوش واحدة اماما الابويا بيقول عليها بوشين ليه؟ انا بوشين انا؟ ده هو اللي بميت وش معلش يا ابني خضيتك وانت معندكش زم بابوك قال كده يا ودي يا كداب؟ ايه يا اماما وانت تخلقتي معاك طب اتنايل كل وانت ساكت اجيبك شوية الدقاء يا اماما؟ لا يا اختي جيبيه عن نفسك اتصل بقى يا ابني خلينا غول من هنا قوم يا بيت انت وخوة قوموا قوموا ابو تسموه بعد استوكو متامش يلا لسه محرج عليك تجين انت وعيالك ياماما بقى طلعين من دماغك بقى ياماما مش قادرة دي عليها عشانك وعشان العيال اقول ايه هنتفها الفوق هتنزل في عبنا هنتفها التحت هتنزل في حجرنا اخوتي الو ايوه يا حبيبي ايه يا اصله ده ده واحدة ست بتقوليني كده الو بتتكلم خواجاتي الو ايه اللي سوري سوري ده يا امرأة عادل ياما قوليه ابن الكلب الواطي ده ما جاش يكلم امه ليه قوليه ان انا مش عايز اكلمه ولا عايز اسمع صوته الو 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 ملك ياما لالايابة اختلف وهاد ولا في بنت قوليه يا عادل مجهولة ياما انت عارفاي دي مكالمة في الشهر وانا دخل على اربعة شهر ما سمعتش حسه في الوقت خلاص نسيه يا اما ما تقوليش كده عادل عمره ما حينساكي هو انا نصيبي كده ابوكي قالوا انو اش هتتصح انا اللي ما سدقتوش القصد اما او ما مشي ماشي يا راح افين خليكي قعدة معايا والنبي يوم مازيبين يا قلي راحتي قابلتي طب اجي وصلك لا يا اختي خليكي قعدة معايا لك بكرا اكبر وتشحات الساعة اللي هتعوديها معايا ماتعفوش في الاكل عادل خلينا اصرف كده بيت طويل عريض ومخلف صحت لا بيصد ولا بيرد يبا انت هتطفحني اللقمة اللي بيقولها ليه شوف الوال بيرد عليها الزاق اه ما التقليل الحيا ما بتقسش الزامراتك فاتعين بقوقك وعملي التقس في الاكل قومي يا وليا قومي ده هيقتتنا على بجنفور ما لكش حق يا رابط تعالى يا بلال كان من العاشر توقي الوال بيصد الباب ازاي ما هم تحاجد بحقه حرامة عليك خيناه من الزاق عاشر ما هم لا يهمك يا خوي اقعد كلك لقمة وما خلاص هيورسيني بالحيا هو حد يا خوي بعد الشر بعد عمر طويل حد يقدر يقعد في الشقة دي غيري انا وابنك اخرى عن قده هو عاوز مني هيه مفيش يوم يعدى لما يحرق دمي كده خلاص بقى يا بلال مهما ان كان دابوك برده هو عالقال لعج يعرف تصرف بتنيف الوقت بقى لحسن الوقت ده عاكر ما زيله ما هو عارف انها ملطاشة معاي بيزليني عشان لقمة بيتطفحاني ام انا وزاي الناس اللي سايبها لولادها بيوته وفلوس كان عمل فينا ايه هي امو قوية اللي قاعدة جنبه دي هي اللي مقويها عليك انا لسه الصبح يسعيب له خمسين جنيه لحي ينسيها بالليل طبعا من ايه اعمل زي مراته من كده مني ومفروسه عشان ما بكلمهاش خلاص بقى يا بلال قعد كلك لقمة عشان خطري بصلي عالنبي كده عليه الصلاة والسلام ماليش يا ريد انا مخلوق وماليش نفسه وحايز اخرج ومالي واخرج يا خوني اخرج خلق ايه امسك ياه ايه خلق امم امسك ياه امسك عادل ياه اهو قادرة معلمي خذوك امسك كم عليك الله اتي مش قلت انا امرأة واحنام وانا امرأة واحنام وانا امرأة واحنام طول ما امرأة ابوية في البيت ما طبعا ده بظهب الجالك الشغر ده هتحرق في الفورد بإذن الله يا عم انا ماشي ده مفيش حد في الحرط هيقني خد ياه ليه كده بس ياابا ده ابو لسه طردوا خلق بتضحك معك شوية اعتبرني زي ابوك خلاصة حاجة سايد من الزعلان فجل ها بلك ايه روح وراء لحد الفرنة لحسن الشغل يتحرق زي مبارح فاهم ولا مش فراهم ماشي ياابا يلا 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 بلك فاهم في حاجة يا جدع بلي مفيش مادام مفيش بيتحوم ليه حوالين المنطقة بلتلك مفيش حاجة يا خفيف انت عبيت يلا متينتع التمنين جرايب لا جرايب البشر بله كامين الجديد بتاع الاسم ها؟ يا مرزي باشك. تفضل. تفضل يا باشك. تفضل. تفضل. تفضل يا باشك. تفضل. بس اتر. تفضل. مرموز. حقوم اعمل لك شاي. لا شاي ولا حاجة. الواحد نفسه مقطوع طول النهار مش شاي. طب انزل اجيب لك حاجة ساعة. لا ساعة ولا ساعة. اقادي معيه شوية. معلش بقى البيت مش قد المقانة. لا ده حلو قوي. دي صورة ابوي. دي صورة ابوي. الله يرحمه بقى. الحكومة اعتردتك. دي حد من عندكم الاسم. ربنا ما يكسبوا يا رب. تفضل تفضل. تفضل. ما عليش بقى تعبتك في المرأة. وانت عرفت اللي انا كنت برأت بك ازاي دي. ماهول باش رئيس المباحث لما قال لمشي. انا بصراحة مصدقتش. وانا ماشي كده. كنت حاسة ان في حد ماشي وراي. لا ما حصلش كده. هو مش شاك وخلاص. امت دي. اه دي امي واخوتي الاثنين. ابوي يا سابني بقى الله يرحمه يعود نعود في الديني. مين معاك يا مانا؟ ده صلاح باشا يا ام. هو اللي خرجني من الاسم. وجي وراي عشان يتطمن علي. اه على فكرة ساعة تب مشرف النبي. من انت بتشتغل بشرفها وملهاش في الشمال. معاك يا مباي؟ ساعات. ولما بتزنع ببير. طيب مسكي. كارتي بتاعي في كل القرقم بتاعتي. لو احتاجت حاجة تلي ميني. تنى حد وشك. ايه يا بي؟ ايه يا بي؟ ملكيش دعو انت. لا ما فيش دعو يا بي. حاجة بسيطة اللي يعيش. مسكي. بطا خيدك. السلام عليكم. حاكتك يا بي. لما اخصي. ساماني. شرفت. تسلم خطويك يا بي. شرفت ونورت الحياة. قلصنا الكابتون فهم مكاليتش فاعدة دي. يا عم الصبرة ديني بكلم اهول صبرة. يا عم يا قاعد مقدر الناس هنا ما تنجس بقى طيب قاعدين مقاف يستنيك هوا و الله سلام قلتيني يا عودي في البيت قاعدت بسعيتها اللي بترد عتي فتاك ولا يساقل فيه إيه بيت و انت مراتي مالك فيه إيه وبعدين إيه انت قافش علي يا زلة يعني كلامك تغير يا شاو إيه اللي تغير مو أنا كنت وعدك بالجواز ولا كان فيما بيننا مصلحة افهمي انا زي زي اي حد في الحارة هانا عايز ماشيك يبقى تمامي عايزك تمشي عادل وانا مش هتغير يا شاو خلاص ولعب جاس مش يا شاو مش يا عم روميو يا مش شو انت فيني يا عم؟ عليش المصلاف بس انت عاد طب يلا يلا بس استنى بس انت وخدنا على فين اخدك على فين يا عم؟ على فرح ويعود بقى يعمل اي في فرح ان شاء الله يا عم العريز عايز يسمع عود انت ملك انت ملكش فيه يلا يلا يا عم السلام عليكم 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 يا أبو الشوط البت تاني دي أفشاك عايزة منك يقول ده أنا صاحبت ايه بترزيني وخلاص ايه ده الناس اللي ما ترحش تقول له بوي حاجة يا عمنا مريش تازم في فرق دي ما رايقلك العريس عايز يسمع عوض يا أخوات ماخو كده يا عم سمسم من ساعة ما عمل اللحن الجديد اللي ما حد السمع هو هو معرض علينا يا عم ما نقراكو ده من ساعتها ما عملتش تحن تاني ورحمة أم ما انت عمل اي حاجة في قياتك المترحة عب دي disks يا بيت تحوير أماشك ه próxima يا بيت تركابي علاجك معاني لو تروح تدي الأمر ما زيزتين بيا هاين مش جاية يا بيت تركب علي عاجة تخاف من الشرأي ماش هتلذى بيد لوقتي أيه ما ده الكلام لدى الجامل يا دي الدماغ علي أهوي على الأخي بتضرب إيه؟ أي حاجة وكل حاجة حلو الموبايل ده فضالي قولي بقى هتزفع كم؟ اللي إنت عايز لها 200 جنين ليه بس كده؟ خلاص مية بس إيه ساعة واحدة بس أنا أخذك البيت وبدلع بعض أنا أهدل واحدة يا بيت إنت هتتجوزني ولا إيه؟ يوه أنا نشاطي سيارات ونزل قبل أي لجنة هو ده نظامي هتيجي ولا مش هتيجي؟ قلت لك أنا بنتي ناس وممبركبش غير عربيات مش عاجبك نزلني لا واضح إنك بنتي ناس فعلا ويلا بقت تكلي على الله يلا فدعي الله بش موت تركبت معاك العربية وطرتها لك هت عشرين جنيه بقى عشرين جنيه إيه؟ يلا يا بيت تتكلي على الله اللي أنا عرضت نفسي للخطر بقولك هت عشرين جنيه عشرين جنيه؟ آه يلا يا بنت تتكلي على الله لأكسرلك دماغي يلا يلا غوري ممش حق لي بقى عرف يا بنت الحرارية هت بني الموبايلة بنت الكلب ها؟ ألا بيه دعاق هت بني الموبايلة بيه؟ أوه أوه هه؟ هه؟ ايه موبايلة، فاكراني ساع؟ ولا ايه؟ ها؟ ها؟ أوه، أه، أه أوه،، أه،، أه، آه،، آه،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، يا حربي يا ابن الكلب الحقوني ساعة موبايلة يا بيتها تعاني من غزك النهاردة لا ما حاجش يا دريخوزاني وانت عايق اما مالك يا ميت اندهولا في راسك خلال ايه انت مالك خليكو فلاتا تشربوه طيما تيجا يا بيتها تعاني تخديلك نفسين ممكن تنسي الواوا هات يا نيقب هات يا نيقب يزال قرعة مد البرة ببيتي دي معصفت الراقبة دي اه مش هنخلص بعملوا بوردة سفشتة جبتولنا الرب يا ريت يجيلك وياخد عمرك يا ريت خلي البيت ينضف بيت هو فين البيت ده انت بسمي الخرابة دي بيت روحي يا اخوية لحشوف البيوت عاملة زيه والناشة كلها ايه ربنا عمالي عشان ما شوفش خلقتك عمالي يا رب ما تكتمي يا بيت وما تعليش صوتك مالك روحي اختي شوف مين اللي بطحك على راسك اهم اللفك وبرمك في الشوارع طول الليل قاعديني واناعد اصرف عليها زي بقيت الناس توبي علمتي فيه واحنا نصرف عليكي وانستتك هاتوب من بكرة بقى هاعد في البيت بس عايز اكل واشرب ووالبا زيانت في الحارة لما نشوف بقى يا رب انشاء اللي حتى انزل اخدم في البيوت المؤمنة وعادي طيب علمي اطلع صبح وكلام ما يبقاش زيب هي فين؟ هي فين بنتي الكلبي دي؟ عادي يا اخوية ما توسخش ايدة كاعد فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة هنا مدرسة محمد ومن جلس معي في حضرة المصطفى فليصلي عليه ويسلم تسليما كثيرا درسنا النهاردة يا اخوانا عن الفرحة كيف نفرح زمان لما كان حد بيتجوز كنت تلاقي ان كل البيوت اللي حواليه فرحانة بشكل مؤدب ومهزب وجميل والمعازين جايين لبسين اللي على الحب ورحيتهم عطر رحيتهم حلوة وبيذكروا الله وبيذكروا الرسول صلى على حضرة المصطفى قول لا اله يا الله من قلبك هزيه لا اله يا الله وما دلوقتي تلاقي تلاقي شوية عيال اللي بيزفوا دول ويعملوا الحركات ما تفهمش العيال دي لبسة ايه واللي عامره شعرات ازاي واللي حالق صلبطة واللي مشرت دماغه واللي رسب حروف على قرعته ورحتهم والعيازه بالله وحشة وحشة اوي مالواحد فيهم بقالوا ساعة عمال ينفض نفسه رأس واللي بيرقز بسنجة واللي بيرقز بمطوى واللي عمال يتمرمغ في الارض وعمالين يغنوا اغاني لا ليها طعم ولا لون ولا ريعة وما تفهمش اذا كانت الاغاني دي كلام عربي ولا انجليز مع انه ابن شاو ايه لسه عمل الزفلة التعودة بانه قوله واحد ما بقى عارف صحي فيه ايه الغرف فيه زمن الجميل زمن الفرحة الحل نفرح بس بصول نفرح بس بعد ولا ايه الواحد بقى يسمع اغاني والعياز والله بتجيب له شلر رباعي ايوالله شلر رباعي ده الواحد بيبقى خارج على فغض الكريم رايح شغله بدل ما يقولوله في الراديو اتق الله ولا تأكل حرامة يسمع يسمع واحد يقوله انا كل مرة اشوفك فيها ابقى نفسي اه 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 يابني انا اشغال خلصت الله يستورك اه اه يقول اه ايه جتك الاوة بعيد يا انا كمل اه 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 اشوفك اقولك انك كلك على بعضك عندي بالحياة بيقولي حبيبته يعني انه كلها على بعضه عنده بالحياة طب خليها تنفعه بقى يوم اللقاع العظيم استغفر الله كلها علاها بالله بالله عيشة عيشة بيت عيشة انا ما بخرج اقولتلك مش هقدر يا بيت انا بحبت ما انا عارفة انت قلت الكلام ده قبل كده بس انا مش هخرج معاك وبعدين هنروح فين يا بيت عايزين نتكلم مع بعض في اي حتة بعيدة عن الحارة ما احنا بنتكلم اهو عاوز تقول ايه عايزين نترجم الحوار مع بعض بيت عيشة ايوه يا اما يا بيت عيشة طلع 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 يخرج بيت هشي هشي عايزو تبتاكنا في الحارة يا بيت يا بيت ها خلاص يا بي اخر برا خلاص يا بيت مين يا بيت اللي تقول وقت معاك ده وغلا ما شاك نجينا على طول الطاق يا بيت يا بيت هتقولي ولا اقولي ابوكي انا بني من عم براهيم يا بيت يا بيت يا بيت انا في الصحي هي امي يقولي ما حدك بي ايه بي حبك لي هتحبت برسو تلق برسو تلقى كورستي وهو ولك بتي عيش وبيتي بتعرف تحبي مخيبة أتاري بقى التلفزيون هو اللي موز أملك وأنا عمل أداري عليك شمال ويمين وولي البيت محبوسة البيت عايزة تدفاك وأنت دارك يخدي عشان لقصة بحبي خرب بيتك لكن إن المصيف يتفضل خرب بيتك لدي إيده عليك يا بيت لا ياما لا ياما والله وعيد أبويا هو كلامه بقى كلامه بقى كلامه بقى حس تبضحينا تبضحينا يا واتية من الواحد وهو راجع من شغله بقى عشان يلحق المغرب يسمع أخي تاني بيقول له أنا ضارب سجارتين بني وحسس إن دماغي بتاكني بتاكلك ما يلازم تاكلك كلك عفريت يا بعيد ما يبتاكلك عشان تسطلته وبتخطرب وبتقول أي كلام لا وبنسمع لغاني دي فين في النهار رمضان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقات استغفى الرب كسيني وقول لا إله الله من ألبك ربنا ارحمنا جميعا اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا الله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لطاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يفتع عليك يا شيء يا عدر يا منور حنني قلبه ونوري طريقه وسهلي حيره جميل كنت جيت يا ماهر مرة كانت صليتي أحضرلك تاكد لا 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 خليك ما أجرب جرمان عنام مش قابلت اللي فاند صبح جوزبين تتجاعد عالجهو؟ أهي القهوة هتفضل وراه لحد ما تخرب البيت قد ما عندوش رحة الدم شايفني معدي قدامه؟ وعينه في عيني؟ يجميع من نفسه مش شايفه؟ يعني هي بنتك اللي عيد له يلا ربنا يهدي ربنا يهدي الجميع بقول لي كاس علي أنا عايز أشعر عليك في موضوعتي خير يا أخو آآ أنا زهكت باجة بصراحة من مشوار السعيد رايح جاي رايح جاي أنا هي هسوي ما عايشي؟ ده يوم المونة ده أنا قلبي بيتخطف كل ما بتروح تركب القطر أي وجرشين المكافة على حدتهم في الوسطى وفايداتهم على جرشين المعاش ونعيش بهم بجيت عمرنا مصطورين طب تفتكر الفلوس دي تكفي نروح نزور من معها الواد؟ شوف أنا بجو ليه وهي بتجو ليه؟ يا ولية انت اتخبلتي في دماغك ما تطلعي من دماغي باجة؟ الله يعني هو كان افتكرك وبعدين هنروح له فين؟ احنا عارفين له طريق جرة بقولك يا سعدين جو مين يا مسعدين انت بصليتي؟ جو مين يا مسعدين كده برضا يا مهر نامي وجول المخك ياستريح شوية باجة ما عليك؟ ما عليك؟ معنا لازم اجاسي جلبة شو هلين؟ مرتب حشنا جو يا ولد؟ بس اللان مش فاهموا انت ديبت الجساوة دي كليتها مني سلام عليكم عليكم السلام بقول الله وبركاته فرضا يا اخوة الله قفلة بالترباس ليه يا زينب؟ يعني عشان يبقى امان مفيش حد مضمون دلوقتي الله يا عندك حق اليومين دول بالذات ما عادش فيها امان خالص همار فين عيشك؟ موجودة يا اخوة بنتي عيشة سكوت يا زينب الدرس النهاردة كان عاوزك الناس كانت مشدودة على الاخر وكان نفسوهم ان الدرس يطول ويطول الحمد لله ما انت كلامك جميل قوي يا اساس تمام ان جيت للحق يا زينب انا مش عارف ايه اللي بيجرالي لما بخطب في الناس بحس كده ان الفلاح اللي جوايا بيطلع فجأة والحماس والانفعال بياخدوني قوي وبعطش الجيم واسخا وساعات اخش بحاجات ايه؟ مالك يا بنتي عيشة؟ مفيش يا بابا طب تعالي يا حبيبتي تعالي اودي جنب بابا يا بنتي عيشة انا عارف اني جديد عليك شويتين وعارف كمان ان انا بمنعك من الخروج مع البنات بس يا بنتي الحالة اللي احنا فيها دي فساد وهتسمعي كلام مش هيعجبك وهتشوفي حاجات مايصحش تشوفيها صدقيني يا بنتي انا بعمل كده لما اصلحتك الله انت متعيطن ايه بس يا عيشة؟ عيش يا بابا طب ايه رأي با ان انا هخليك كل يوم جمعة تنزيل شوية ماش يا ستين؟ لا تنزل ولا تروح ولا سيجي بلاش زرع فاضي الله 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 امرك عجيب يا زينة وانت نعبك كده ولا نعبك كده امي وما اصل بايته دومي امي امي حاجر يا بابا الله الله قرأي يولي يا مالك ايه فيه ايه بتخيف حلبيت شوية حكايت انه زوله الطلوع دي سبها علي انا مالاش دعوة بها خالص وهو ده المطلوب يا اختي امال المحروس شاو ابنك فين من ساعة ما نزل الصبح مرجعش لحد دلوقتي يرجع بالسلامة وبنا يديه يا رب يلا امي حضرينينا لقمة حاضر يا اخوي ايه بقولك يا زينة نعم انا نفسي هفاني على طاج عكاوي وشوية بمبار عكاوي وشوية بمبار ده ام ده دلوقتي امالي عن السنة تكيّة طب يا اخويا خليها الصبح الصباح رباح احنا ضمنين نعيش للصبح الله بقولك نفسي هفاني يا اولي خلي عندك شوية تنظر مور طب معلش يا اخويا خليها بكر احسنا النهاردة تعبانة قوي تصبح على خير كده انت بنقاله يا امه بيت تعيشة اعمليلي سندويتش مورتها بيت خدت حمامي حرفتي من بتوع زمان انما ايه يا خابها رابيات لو وزنتيني تلاقيني خسس النص يا رجل انت حتجنيني الصبح تسحى مش طايق نفسك ومشيني زي النمي وتيجي على بالليل ودق بنتي على قبل بش انت عايزة يدي رعتي النملة ولا القرب عايزة الخاتم اللي قلتلك علي تعالى شوف ايد اختي دي مش باينة من كترة دعب اللي في ايديها يا حبيبتي اختك متجوزة راجل اعمال عدوم الفروزة الرز انا على قد حالي عشان قعدلي في اجزخانة معفنة بتبعلي بقرشة وبقرشين تعالى شوف الاجزخانات اللي فص البلد بتكسب كام سيبلينا بالعايزة خنات خلينا في الخاتم ب Kne собственно يضايح bake ايه بقال الخاتم دة ألفين جني بس 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 ده انا جيبة وفقها بعنايا اهه ربليه خلالي يخلالي يود ولي يحرمنيش منك يا وده يغلي بابا يغليه unc أم اخرج له ممكن يكون عايزه حاجة طيب ما تتأخرش لحسن لو اتأخرت حنان هيو عيد ايوة بابا يا طي لسا صاحي لانا مرضتش علاقك لا انا صاح والله مش جايين لنوم يعني والله وقمت يعني اما اجا شوفك تعشيت ولا صحي ناعد تحمل لك عشرة حبيب الحمدلله تعشيت مناص صحابي طيب يعني اذا كنت عايز ننزل ننزل يعني دا لسا بدري برضو استبتع بحياتك اخ استبتع بحياتك حاضر يا بابا انا فعلا عندي مشوار ولازم انزل يلا حبيب بصل طيب حبيب خد مفاتيح معاك حاضر حماية حماية يا شبابا حاضر حناية مهلا نتنم تي اذا اذا كنت عايز كنت عايز ايه يا بابا بقولك ايه نعم ان كنت عايز تقعد اقعد يعني الدنيا ليه؟ هتروح فين يعني؟ ولا اصحابك دول يعني هيتعمل معاهم باي؟ مجلس يعني وزر ايه؟ عم نستعجلين عليه اقعد يا راجب ده الدنيا ليه؟ وحد شاف ايد كفه حتى اقعد يا عم اقعد اتحاضر يا بابا؟ اقعد 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 كفهاك نوم رحتك طلعت مراتك صحية من الصابح في ايه يا بابا؟ جعال بطني بتتقطع من الجوع ولا اعملك يا بابا انا لسه نايم من ساعتين شوف الوالد بيرد علي ازاي؟ يا بابا انا كلمتك اقعد يا حسن اضربنا الامين ولا اقولك اديني بالشلوت وانده مراتك تشوفك وانت بتضربني بالشلوت يا فتاح يا عليم يا رب ادعي علي بقى ادعي علي يا بابا مالك مال؟ هو محلت مال ياريت يا اخويا الناس كلها بتقول لي ابدك بيشتغل ومعاه فلوس فين الفلوس يا عاد؟ انت بتتعاطح حاجة يا عاد؟ ما حصلش يا عاد المال بتودي الفلوس فين يا عاد؟ اوه؟ ما هي مقفلها في وشي من ساعة مزيز ومال ياك عايزنا ادعيلك ان ربنا يساهلها لك في اتجارة الحشيش لا شوفلك شغلنا تاني يا عاد انا عندي عيل عايزة ربيه حاضر يا عاد راح فين يا عاد؟ اوه؟ راح ادور على شغل يا عاد؟ ايه انت بتستقرد يا بدي الكلب يا معافن؟ انت بتزرعنيك؟ عايز تضربني؟ ما انت صايع؟ اضربني؟ يا رب، يا رب اخفيني بقى عايز تتبخر واسبنا انا امراض الوحدي انشي روح اسم منك شوية اكسوجين كده وما ترجعش البيت الا هو معاك من جنيه فاعم؟ انا عندي عايزة ربيه يلا ادي الكلب حاضر يا عبا خير يلا امشي ايجري يا ولا ايجري 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 بصورها يا دكتور الله لا يسيقك الوضع عده كلبي يا دكتور ولازم ياخد حقنا دلوقتي حالي انفنا بأس عليه يا اختي طلع بيه على مستشفى الكلب رحنا للمستشفى يا دكتور وهناك قالوا لي هاتي سرينجا قلتها اجي اخدها من عند حضريتك وحديتك تديه له بيدك اللي فيها البركة تعالي بعد نص ساعة يا بيه يا دكتور الله يبريتلك الوضع عده كلب مصعور ولازم ياخد حقنا دلوقتي إلا حيموت مني يعني عملك ايه احنا لسه فاتحين يا ستة وإدايا هي قدامك بتترعج يعني ايه ما عملك ايه اما هو بتقولك لاي لاي لا الله دفن بوك يا دكتور وعلى ايه ده كله انا اخده عجزة خانة برا وله رب اسمه كريم احسن يا اختي ولا احسن افضل الشاب التور حطه عندك هانا ولا نزل مص البابا انا مش عايزة قابل حد لمهارت ايف ايف تونة حبيبتي يا حبيبتي وحشتيني وحشتيني أهلا وسهلا وحشتيني قوي اخبارك ايه اخبارك ايه الحمد لله أهلا يا حبيبتي مساء النور أهلا بيك وحشتيني وانت كمان وحشتيني للدرجات الجواز ياخدك مننا العيال والمدارس اعمل ايه بس والله يدهيسة يا طبي كام سنة ما شفتكيش ولا عشان ليلة هي بس اللي بتشوفك مقدمش على بعدك والله دي ظروف تعالين خشي نقعد جوه اعملي شي يا مام حاضري تعالين بعد اذنك يا طانت تقدر يا فات ياه ايه دا يا ليلة قطك ما تغيرتش من خمس سنين خمسة بس ولي عشرين سنة اخيرا ياختك ديلي البيت اعملي بس يا لولا والله العظيم انا في دوشة اعمل ايه؟ ما انت عارفة؟ ايه دا؟ انت لسه محتفزة بالصور دي؟ وهو انا لي يا غيرها؟ جاهية دي الزكريات اللي معايشاني لحد دلوقتش فكري يا لولا؟ فكري يا بيت مظاهرات 18 و19 والبيت الوطنية بقى ليه؟ اللي هتغير من اوضاع البلد؟ انا كل ما افتكري ان انا كنت بتشارع على كدف راجل ما صدقش نفسي انا الساي كنت باعمل كده وعمري ما جي في دماغي ان دا راجله شايني تفتكري بقى هو مكانش في دماغه؟ وانا شعرفني بقى يا فاتن هو وضميره كنا عيال يا بيت قوليلي يا لولا ندمتي على الايام دي تجاية تدايقيني؟ لا والله العظيم انا بجد باسألك ندمتي والله لي مش عارفة المفروض ان دم ولا افتخر يمكن ساعتها كان الحماس واخدني مش عارفة بقى اذا كنت مدعية ولا صاحبة قضية يا ستي بطالي لف ودوران وردي علي ندمتي الشاي يا بنات سهلا يا انت تشكرها قوي قوي من اولا يا فاتن حبيرتي ربنا يخليكي يروح قلبي عارفة يا فاتن الحاجة الوحيدة اللي ندمت عليها ايه؟ اصحابي وانت عويله ليه؟ هتزعل مني؟ لا والله ما هزعل منك انت عارفة قدي ان انا بحبك لما دخلت الجامعة لقيت نفسي في اسحاب المواقف والنظريات السياسية شدتني افكار ولبسوهم جي على هواية اي جنس في اي بلوزة في اي كفية واي تصريحة وعشتي ليلى غانم سكرتيرة قسرة الوطن وعرفتك ليلى لو مش عايزة تكملي بلاش؟ ليه؟ علشان بجد انا شايف انك بتهربي من سؤالي ندمتي ايوا ندمت لان كلكم فجأة تغيرتوا ودورتوا على الحياة كلكم عرفتوا تتجوزوا انا الوحيدة اللي نشيت وراها اه بندم يا فاتت بس ندم بعد المحطة ما فاتت وقطر العمر ماشي طب واللي رجعلك القطر تاني نعم ياختي انا جايبالك عريس عريس وده عنده كم سنة ولا مريده محتاج رعاية لا والله ياختي ده راجل وزي الفل كمان وعرف عنك كل حاجة بس هو متجوز لا انسي انسي ليه بقى كده؟ ده مغيك ناشفة كده ليه؟ وتسحي شوي بقولك ايه يا فاتت احنا عندنا محش تاكلي محشي بص عمام انت تبلغ الشكاوي ماشي انا اللي سهرانه النهاردة هاجيب العمال نكشفه واطلو تغيير الكابل يجي المهندس يعاين يقولولو الكابل عايز يتغير اركب الجديد يمشي اركب القديم الله تم السليم يركب والجديده الكاهي والباقي عليك لا والله يكون عندك فكرة ده ملعبي اهو ربنا قطع النور يا فاتحي عشان عارف اللي انت ناوي تعمله الشغل مش عايب يا سناء مش عايب يا اخوي بس ما تشميتوش فينا في الحيش حاجة يعني لو الواحد يعني قلة شوية طعمية في الحارة او ماشي حانة برضو وبعدين الشغل مش حرام يا اخوي محدش قال انه حرام بس توقف على نصية الحارة تقلي طعمية ورجلك تحبانة هو في الرائحة والجاية ايلا سن علينا لا والله العزبات دي له من مجور في وشه يا فاتحي يا فاتحي ده بلطاجي ده ما عندوش قلب بقولك يا اخوي عشان خطري حنا كولها بملح بس ما شافش في عينه نظرة شامتة واحدة خلاص نشيب الحارة وندور على اي قوضة تانية نسكم فيها لا ما هو ده بقى اللي في بال وانا بقى مش هنويله اللي في بال اه امال هنعمل ايها سماء اهول عمال عمال ربنا يا فاتحي هو اللي بيعمل كل حاجة نشوف مخبّلنا ايه نور لا نور لا نور فاتحي الملي بقى الكابلة ده يا معلم يلا عبدالله هتاخد الكابلة وتطلع على المغزن وانا هاخد العربية وكمل وردية ماشي؟ ماشي يا صاحب يلا سلام يا صاحب هلا هنورى الرجالة يلا تشاهد شوية افتح يا واد اتا بالسانع سلام عليكم عليكم السلام يا حدو يا ده كسوف طلع باشا وإيه لازمته ده كل حاجة بسيطة عشان عيال اتا واد والله اتو ما تربيت اتو من عيال احبابهم موت لا تفضل مستنى يا هلو وسهل اعمال لكم باتينش يا يوم حاضري يا حدا كتين ما ده يا مون مالشان انا اه قولي تكلفني اتاكد يا باشا ما بلاش يا باشا دي قولي ايه يا صلاح يا لهوي اقولك صلاح حاف كده يعني هديك قلتها اهو شك الدبوس نزلت الشول النهاردة اول ايه اه نزلت وبيعت عشر شرايط وشك حيو علي بتكسب كم يعني مش شول انا دي يعني خمستاشر ساعة عشرين يعني حسب رزق لو جبتلك شغلية انا بنفس المبلغ ده تشتغلي يا ريت يا ريت يا ساعة ترباشا يا ريت على قلة تتلمي من الشوارع بس انا اجب افك الخط ولا معايش هده ولا صنع شورنا دي مش محتاج الكلام ده هتشتغلي في ما اشغل واحلم فيه انه كله حرين خلاص يا بيت اسمح الكلام ساعة ترباشا اتفضل صلاح صلاح يا رم خلي البساط احمدي موسيقى 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 واذا اتفضل صلاح باشا وعلا series عادي incentive عادي عملكي بذيك تابت ده أنا بس اقتربت قدامي قدامك فل بس ديني فرصة والله العزونا عمسك حاجة استنى بس أسمعك أنا مش مسجلة هتضيعني أبوس إيدك هتضيعني ده أنت مش عايز أتسكني ده أنت عايز أتضيعي على وشك مسجلة تحاك عليها متوني كنت في الشغل قدامي يا بيت اسمعني بس اسمعكي اسمعني بس أسمعني أسمعني الله العزونا خذب عني ده أنت ضيحت فرصة عمرك بتسمعني يا بيت أنا كنت عاملك بنا قدمة تحاك عليها ماما بالدميع مخضرات ده أنا بديكي فلوس من دياني والله العزو ما كنت بحيح دي شوية شغل فادنا من أبويا والتخلص منهم والله العزو ما بتاكر فيهم والله العزو ما بتاكر فيهم نجيب المسكنة دي منين يا بيت نجيبها منين ده الكلب وعمره ما يتعبر صحيح الوسخ واسخ عملت كده ليه عملت كده فيه أنت فاكرني يعني حسدق أن واحدة زي تحب واحد زيك لأنه ورايكم عيان ولا تكونش فاكر أن الخاتم ما بخمسمائة جنيه هو اللي يخليني أفكر فيك واسمع أغاني حب اسحى يا بشا اسحى أنا بفكر في إخواتي هلاكلوا بكرة إيه اخد الخاتم بتاعكم اخدوا وانديني على الاس وانتبت الخاتم ده أحسن من عيني بوريني بقى أشوف همك وإخواتك إزاي قدامي على الاس قدامي يا رحم سوف نفتح ديازم 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 ما بذلك؟ ولد ما بذلك؟ أحسن تمتح يوم أحسن قلب يوم ما تعمل المحضر هونيك كذبك ما ما بيعمل حاكس يالله طب عرفيا باشي واني يا يسري عاوزيني ودي الأكل ده المونة عباس ده محجوزة هنا ولا نمشي من هناك انت عطاول لسنة خد فتاشي للأكل دك بتكل على الله ولا ايه باشي تتعرفها منين؟ من حرقتها يا باشي حضرتك شفتيني قبل كده بتكل على الله هو انت مش دخلتلها لأكل انا متلها صبت؟ لما عارفت انت اللي بعد ما أطلتش تاك باشي تب دخلها لأكل جمعة بعتلك اطلتش مونة عباس؟ اي امت بعتلك الأكل ده؟ باشي باعلي يا بيت انت وهي ده أكل بيت مونة عباسة مونة عباسة مونة عباسة مونة عباسة مونة عباسة ها وريد لها ما ايه بيته هي فحاكس احنا فاهم وحيطمي لوريد ما تحترم لفر تورمين يا مرة بس يا مرة حضر يا بيت من مطلع انت عفل حالة عديمة ونبع السجنة احسن ما شوش بالاشكال الواسخة دي ايه يا مطلع اشكال الواسخة مش باريك اسقوط يا مرة والله امزح بقرامتك العرض تحت عبرك يا بيت حضر حضر يا بيت يوسف اه كلماش للبات تدير مياه في الطرق يالله في جانب ما تحترم السجنة يا مرة ماذا يا مرة تم روح بتعطي المكان ما اسمع صوت يا الحمس ايف يا مونة بيت يا مونة وبعد ايه مالك كده ياختي من ساعة ما استجنت ياختي ما بتنطقش وسايباني كده وقعدة سكتوم بكتوم ما تقولي حاجة عرفانة يا بي سؤال عرفانة من ايه بس دي هي سنة واحدة منه لله مين ايوه مين بقى ده اللي منه لله اللي كان السبب حيكون مين يعني بص يا نور عيني انا السجن علمني حاجة واحدة بس اني ما امنشل اي مخلوق مهما ان كان عامل ايه بس وعادي يسبل لي و يلا وفي الاخر سلمني بايده ومن سمعك يا حبيبتي ما هما رجالة كلهم كده بلك مانا برضو جز اللي حبسني هما لحيكون مين بس انا حسيبه ابدا وغلوتك عندي ما سيبه ابدا ان ما نيمته في بطاس ما بقاشا نبيسة عندك عال منه؟ عندي اتنين يا حبيبتي والي اتنين في الاحداث أصلي احنا اسرة مفككة بعيدة عنك يا نهو عليك يا اختي اتحكي اتحكي بحدشواخد منها حاجة يا مونة هما يومين بنقضيهم يا برة السجن يا جوا السجن طيب نام هنبي بقى يلا نامي ومين حيجيله نوم قادينا قاعدين مش هم سوى النجا مش هايزة اتأخر طيب انا كده اكفى علاق او ان انا شوفتي بقى او هسيب قبلي كلام وكتروح لا انا مقصدش انا صحش يعني اروح واسيبك ونفعب الزوء ده يعني اتأخر براحيتنا صح؟ اوه اتأخر؟ اتأخر اوه 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 يا اخي احمد ربنا هتفضل تقول لي اه 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 عشان تبقى تسمع كلامي الحمد لله ده الجرح ابتدى يلم يا بابا اعمل ايه بس منزعت من القعدة دي عايز اتحرك بقى شوية احسن والله انا شمتان فيك عشان تبقى تسمع الكلام بس عارف انت بقى لو كانت الاجزخانة دي في حدة محترمة مكنش حصلك اللي حصلك ده يا بابا اللي حصلي دك ممكن يحصلي في اي حدة وبعدين هي الاماكن النظيفة دي ما فيهاش عالي مدمنين فيها بس اولاد ناس لمعهم مطاوة لمعهم سينج عشان بس تبطل مقاوحة وإلا احلف ابيعي الاجزخانة دي من بكرة والله يا بابا انت برضو خبرتك كبيرة وانت دماغك نشفة عايز ايه بقى يا اخي استنى ده انت لسه شاب مستقبل قدامك كبير بكرة تزهق شغل حتتغرز في الشغل يا متعودة كده يا رب يكون لما تخرج تقفل تليفون ها؟ انا ملاحظ كده برضو يا بابا نهد لما بتخرج موبايلها على طول بيكون مقفولة تفتكر يعني هي اللي قصدت يا فيلم؟ وحضرتك مش ملاحظ ان دي حاجة غريبة؟ ولا غريبة ولا حاجة يا بس تلاقي ناس يتعودوا على الشحب يعني هي هتروح فيلم يا يعني عند امها يا عند واحدة صاحبتها فما تكلمها يا بابا عند امها شوف يا ساتر يا ساتر يا رب يا ساتر هلاكلمها عند امها ده الولية دي لما بسمع صوتها ضغطي بيرتفع بافضل طول النهار مناكد والله ليه يا ابن كده بس انا دعيت عليك في حاجة لا إله 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 نام يا عم شوية كده نام نام خلي الجرح يلم نام يام يام لا لا مش كده بابا بصي اعمل كده تعالي مخفيش اعمل حط يديك كده أيوا يلا بطي بقى ماشي شدورة يلا يلا والله ايه بقى على فكرة انت خاطر ليه بس عشان ما حسستي ان انا صغيرة كما انت يا عيالة صغيرة بس هلو انت بترسم على ايه بالزبط خلاص قلاش الرسم لا ارسم انا بحب الرسم خد قلع دورك ماشي راح فينا سماء مخنوقة مخنوقة يا فتحي حاروح اصلي العيشة واسمع الدرس يمكن افك شوي معلش استحمله بكرة تفرج ان شاء الله ولا متفرجش ما تقلقش نامين انت مخنوقة موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة 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 عيبة باشا، انا خليه سلم نفسه قبل استقنافه وظبطلك الدنيا فهمني؟ اكون بعيدة عن الموضوع ده وانت مينة باشا؟ انا ما رفوقش يلا يا عم صابر اكي جاهز اسفت بعدين، انا مش جاعد دلوقت امي بتقولك ما ينفقش يا تيجي تجيب لا مش عامل له حاجة حقيرك مش حخليك تكمل الشخص لا اذا كان كده ناجي يا الله يا دل ، امي لوماش ده تعالا در اكلاها عبل ما تحرم من طبيق خصايص انا موسا أعودي يا اما اعودي هي الحاة اوه اه ايضا اه ايضا اه اشتركوا في القناة المترجم للقناة 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 البيتة ولا البيتة أبيتا 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 أبتني ألي أفل الباب أحلى أليم أس ألو أبيتا أنت ساقبني لها أبيتا وقفل عليها الباب يا صاحب أنا بصدق عايز تذكرة بسرعة ونبأ زميلي تعبين أبيتا أبيتا سادي أسميلي اشتركوا في القناة 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 بس مية مية ايه راكات في الترويشة دي؟ حمام زيت طاقم الوكالة مية مية أصلي حلو المنظر؟ هو حلو بس انا مش فاهم اي حاجة طب تعال اعرف ماشي ايه ده؟ ده انا هو؟ ده كاميرا دي ولا ايه؟ ايوه هي بقى هتشوفني كده وورا المنظر ده وشوات مزيكي انا قاعمي بقيت واب من المهندسين ده انت فاضيع يخيب عقلك امال اقوم يا اقوم ماشي تفقدني زيك احو ده غيف شعر وحزيز احنا عاما خلصها بتجيب من الاخ طاقم جديد؟ قصة جديدة؟ عدالة ايه ايه خلصها فيا خلصها فيا ايش فيا يا حبيبة؟ خلصها ديه بتقولي التعالي الكلمنا بسرعة ليه فيي ايه؟ بتعبيني قوي حى يا لابة اياكم جالها انا في المنظر تشوش أم حمودة خلي عينك على الفرشة على ما يرجع سلامتك يا أم سلامتك سلامتك يا أما بسم الله الرحمن الرحيم يا أما يا أما بسم الله عليك يا أما يا أختي يا أختي يا أختي فجأ له زعتين مرمية هم ياسوبة دي ما حدش عارف فيها إيه الشر خلاص بقت كويسة انت باينها من الأول المرحمة اكتعبان بيت يا صباح نجعل عبدالله يجب التاكسل وديعي مشاشفة حاضر لا استنى يدون أطلع برا أخذ التاكسل منهم تيادرة التفسير ما حدشي ملت يا أخي ما تجيب ليش سراتك حاضر ما تجيب ليش سراتك حاضر يا أختي سلامتك يا أختي سلامت حسب إيه بس جانب يا صفيك ما أعطل إيكي بطلت تغني الدواء أنا جسمي نحس من كتر الدواء أنا شر عليك ما أعطي إيش لي يا ماهي مش عمل إيه ماهي مش راضي يا صفيك وانا لو لو بصحتك كنتش ارتاعة على كتفي وروحت بيها على المشتج يلا يلا اللي عظلنا بيزمره علي محسم الله محسم الله ما تخافش يا ماهي ما تخافش أنا كويس بستنيك يا أختي أنا رجعلك على طول يا حبيبه نوري بيتني يا حبيب بسم الله عليك بدي الشر عليك يا حبيبتي بدي الشر عليك يا أختي تشده وتزوري ما تدوز بان زي شوية يا عبدالله عاطل يا حبيبتي بس عربية تعبانة تعبانة على أكتب بنتك دي ما لهاش حق والله ما له حق ما جيش تسأل عليك انت تعبانة كده إيدي قلبها إيدي إيش حر لو ما كنتوز صالحتي بوزها ده حرامي ده مصالحنا عشان فلوس تتعاويني بسكوتيش بنا موجود يا حبيبتي يا أختي انت كمان فيه ولا فيه مسك يا سعدية معي فلوس والله ما خدتيهم رجلي ما مخطيبة بالمشتشف ما تحلفيش ما تحلفيش دماغك حجر عارفة حاضر يا أختي حاضر بدوس والله بدوس تعمل إيه إن شاء الله العدويني يا أختي إن شاء الله العدويني إن شاء الله العدويني سلامك يا أختي على مهرت يا أختي على مهرت يا أختي بسلام يا أختي بسم الله الرحمن الرحيم لا سمحت يا أخي عزيزي الحمري الحمري عاوزوا بالله عاوزوا بالله مشاكرين معايا معايا هاي نعادها يا أمو تعالي اختعل مهلك يا حبيبتي أنا أغذب عليش أعودي يا خلطي يا أختي سعدين أمي يا خلطي يا أختي ماذا يا زيب؟ مش عارب وشوف الله بكار أصنع غير اتاحة جملة بكار عمّة 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 يلا يا أختي أصنع معيكم يا أختي أصنع معي يا أختي يا أختي يا أختي سعدين شرع شرع يا أختي يا أختي ماتي أنا حضرتك ليه يا أتاكل عبدالله ربنا يش فيك يا خلطي مش فيها صباح يبتاكل محش بعلها خمسين سنة هو في بطن تستحمل الكرومب ده كله نبي غالبانا يا عبدالله العيل ولا تايل يقف جنبيها حتى نادية دي كمان اللي لسه جزها صلاحة حلف عليها ما تخش بيتها ابنانا عادل ده مستخصر فيها حتى التليفونية يا أمي شخص يا عادل عارف يا عادل ده بقى أو كان معيها في المدرسة الوقت ده كمان قشطر الناس في المدرسة بس خط بعضه سافر الزهرة صباح شطار بس هما اللي بيسيبوا الحتى ويسافر هو اللي يهجر أمو أبوكو الزمان ده بيبقى شاطر الخيار ما جيش في قلوب راحي الليل عمال بس يكاوم على قلبه فلوس وخلاص هو قولك لا بأتا صباح انت عارف المستشفى زي دي ممكن تلاقي تحتها تنسال سوق يخلي حتى كلها ملانا فلوس يا اخويا انت كمان كل حاجة عندك سهلة كده ايه يا بيت في ايه تدفعيني الخير ولا ايه اخويا عبدالله وما تهميش نفوخك بالسكاة دي دي انا ضيعت ناس يا عبده عبده حلو يا عبد دي انا تقولها داني فكت كده يعني ان شاء الله ان شاء الله من غير مؤطع انه ربنا رسعنا بحتة عيني هنعمل ايه بابا لا هنعمل ايه يا حاجة رزي موجود ان شاء الله قولك يا صباح انت بسمعت بلو زي ما انا سمعت وحنا صغيرين ان الخروة اللي في حتة عندنا دي تحتها عثرت منصب علي سمعت وما بصدقش وانت كمان متصدقش مش معنى ان صاحبك لا تمثلي بأنت كمان هتلاقي خلاص الشاي وتعالى وراي ايه يا تشمتي تقتيني اللي قتيني وتمشي في جناستو ما انت تالت ابويا ومشيت في جناستو هي اختك احسن من ابويا انت انت تعملي فيا انا كده اشرب يا صلاح وبكيف ابوك كان عايز يقتنني ضرب علي يا نار المسدس كان صوت منيش عرفني انا قتلته وبصلي ابوك كان تاج المخدلات وانت اكتر واحد عارفة انا كنت بقى ادي واجبي ولا كمان كنت بقى ادي واجبي اختك فرع ماي الفعلاتك ما قولكش اسيبك مغفل انت ازاي كنت قادرة اقول ايه بحبك ايه دي بقى الحاجة الوحيدة اللي عملي ما تحبت عليك فيها او كنت بحبك بس اللي ما عرفت انك انت اللي قتلت ابوي اعتمتها ربنا انتقى منك ربنا انتقى منك انت ضيعطيني انت اللي ضيعطيني انت عايزة مني ايه دلوقتي جاي اتفرج علي وحبل المشنة حول الرقابتي عايزة مني ايه جاي اتفرج علي اللي ايتم اخواتي ورم الامي وحرمني من احل حاجة في الدنيا عارف هي ايه؟ ابويا عارف اني نفس فيها مونة اشرب من دمك قابل حق يا صلاح البدل لايه عليك هي صح من غير ضبورة بس حلوة مبروك سلام